طب يا دكتور ايه مثلا العوامل اللي هي ممكن تساعدنا ان احنا نزود مناعتنا مناعت اجسمنا طبعا في عوامل كتيرة بتساعد على اننا مناعت جسم تكون افضل اولا اننا اتبعد عن مصادر العدوى طب يا دكتور ما ساعات مش بنعرف يعني ساعات مثلا ولدنا دلوقتي مع الخريف ودخلة الشتاء غير ان الجو بردهم لخبة دخول المدرسة وحديك عارف ان فيه امهات طبعا بيبعت ولدهم عينين ده حتى فيه بيبعت ولدهم عندهم تشيكن بوكس يعني وبيعدوا طب ازاي انا اقدر سيطر اغايب ابني خليه ما يروحش اشان ما يتعديش لا طبعا اغايب ابني لما يكون داخل عليه مرض هو طب احنا نعمل كانوع من ان انا كام انا بحاول اقي الاخرين من العدوى يعني ده الضمير اللي مفروض بنحطه وللعلم ان هي لما هتغايب ابنها يوم عن ان هو يروح وهو عنده بداية حالة مرضية هي هتساعد له ان هو يتخطى المرض لان الراحة بتقوي المناعة يعني التغذية بتقوي المناعة الراحة بتقوي المناعة الاجهات بيضعفها نعم